السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يا كبتابعين قناة شاكي بركب أهلا وسهلا بحضراتكم في خبر محزن للسينما المصرية توفى إلى رحمة الله الكاتب والسيناليست الكبير وحيد حامد فجر اليوم السبت عن عمر يونهي السبع وسبعين عاما بعدما وفات خلمانية في العناء المركزة وحد المستشفيات إسر أزمة صحية الترطت قبل أيام لدخول المستشفي ومن المنتظر أن يشايع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد زهر اليوم من مسجد الشرطة كاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريم الشهر الماضي بمعرجان الكاهرة السينما الدولي في دهوراته الاتنين واربعين حيث ظهر في حفل الافتتاح فضلا عن تواجده في ندوة فنية كبيرة عدارها الناقضة السينما طارق الشنوة وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرى ولاي العدوى منذكي وغيرهم ومن أعمال وكتاباته المشهورة أبرز أفلام طائر الليل الحزين وغريب في بيتي والبريء والرقص والسياسي والغول والهلفوت والإرهاب والكباب واللعب معقبار واضحك السورة تطلع حلوة سوق المتعة ومن مسلسلات أبرزها مسلسلات رحم الله وحيد حامد وألهم أسرته الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته